أبدأ معك أستاذ فؤاد الشمالي سبب نزول هذه الحلقة كما جاء في هذا التقرير هو الفيديو المرأة الحامل والذي تم تداوله على نطاق واسع وعدد من الفيديوهات تقول بأن الحمل دام تسع سنوات والأمر جرت في سيره من قبل الأطباء وكذلك من قبل الرقات كيف تابعتم هذا المعضة؟ أولاً حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه حقيقة هذا الموضوع قد أثار جدلاً كبيراً في صفوف الأطباء وكذلك الرقاه ليس فقط في المغرب بل حتى خارج المغرب وتابعت الكثير من التعليقات وبعض الذين قد زاروا هذه الحالة ومثل هذه الحالات كثيرة في عالم رقية الشرعية المرأة فقط سلط عليها الضوء لأنها تكلمت بلغة بسيطة وتساءلت سؤالاً جوهرياً يحيل إلى الطب وإلى الرقية وحتى إلى علم النفس أنها قالت أنا عندي بطن منتفخة وتتجاوب معي تجاوباً كاملاً وهذه الحالة يمكن أن يكون حملاً حقيقياً وقد أثبت الطب وعكس ذلك ويمكن أن يكون مساً أو سحراً ما هو تفسير هذه الحالة في عالم الرقية الشرعية؟ وهل تتبنون هذا التفسير من خلال هذه المعاينة؟ لا أريد أن أتكلم عن المرأة التي قد ادعت بأنها حامل بعينها لأن تفسير حالة معينة من جهة الرقية الشرعية يجب أن يكون بعدها ملامسة ومتابعة واستقراء لا يمكن أن تحكم على إنسان فقط من خلال بعض المظاهر التي قد ظهرت عليه أو ادعاءات أو احتتواهمت لأن هناك من عنده أوهال ومن عنده أمراض نفسية وأخرى عضوية ويعتقد بأنها سحر أو مس أو عين فيجب على الرقية الذي أن يحكم أن يلامس الحالة وأن يتابعها في عالم الرقية الشرعية هناك تفسير لهذا النوع من الحالات التي حيرت الطب والعلم قد يكون مساً إذا ما توفر سروط أخرى تؤكد هذا الطرح وهذا الافتر سنعود إلى مجالات الاشتغال وعلى رأسها المسكي فتبعتم قضية هذا المرأة الحامل وتفاعل الرقات لأن الرقات قاموا بعدد من الخرجات في العالم الافتراضي من أجل تفسير حالة هذه المرأة ومن أجل القول بأن لديهم العلاج الشافي لها في حين أن الطب قالوا أن الأمر يتعلق بحمل كادب وأجريت كل الفخوصات وكل التحاليل اللازمة من أجل إتبات غياب أكيد على أن الحالة بالنسبة للطب جدا عادية الطب يتوفر على أدوات علمية ومعرفية وتقنية أكدت بالوضوح أن الأمر لا يتعلق بتاتا بحمل من التي تكون الغياب دي المعلومة الطبية دقيقة هي التي تسود داخل مجتمع فيه الأمية والجهل سائد فالطبيعة الحال تنبدأ وتنطلح تساؤلات على أنها حامل من طرف الجن على أن هذه مسائل أعتقد على أنها تدني هذا المجتمع وتتخلي على أننا بالفعل على أننا ما زلنا متشبتين بأوهام وخرافات وأفكار لا علاقة لها بما يجري في المجال العلمي والطبي اليوم هناك تطور كبير جدا في المجال العلمي وبالتالي زمعار على أننا ما زلنا نتحدث على مسائل حال هذه ونقول طب حرفيها الطب لم يحر في هذه المسألة عملية الليكوغرافي بسيطة جدا اكتشفت على أن السيدة ليست نهائيا حامل إذن أين هو المسألة؟ فقط عندما يكون الجهل وغياب المعلومة الطبية الحقيقية والدقيقة فإن الباب يفتح على مصرعه أمام تؤولات خرفيا